الصور التي نطلعها الآن على شاشة الغد من أدمان في تركيا وربما تم العثور عن ناجين تحت الأنقاذ الآن طبعا هم في حالة من الإصابة بالغة ربما يذهبون الآن إلى المستشفيات أقرب المستشفيات القريبة ما نراه الآن على شاشتنا عمال الإنقاذ وهي حتى الإضاءات سواء عبر التليفونات أو الإضاءات الموجودة في اللوادر والأجهزة المستخدمة نطالع صور حية مباشرة الآن لبعض الأشخاص الذين كانوا عالقين تحت الأنقاذ قرجوا أحياء طبعا درجات الإصابة بالغة طبعا الأمور صعبة طبعا البرد قارس ولكن الجميع يعمل الناس بجوار أجهزة الطب والأطقم المتعلقة بالإسعاف كما نتابع هذه لحظات ربما نتلمس فيها صوت طفل أو خيطا ما من الحياة لبعض العالقين تحت الأنقاذ ساعات مرت عليهم وهم في ظلمة الليل وفي البرد القارس ربما يصرخون ولا أحد يسمع ربما هذه الأجهزة الطبية الدقيقة قد تلمست خيطا من صوتهم تحت الركام الآن هذه المستشفيات الصغيرة المتنقلة تنقل بعض الأشخاص الذين كانوا تحت الركام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر